دعنا نصل إلى عام 2014 كيف كان هذا العام فاصلاً في حياة الإيزيديين في العراق هذا العام الحقيقي عام فاصل جداً في حياة اليزيديين كانوا مستقرين استقرار كبير ومهم جداً بعد 2003 تمتعوا بالحرية في ممارسات عاداتهم الدينية ولكن دخول داعش إلى هذه المناطق وسيلهم على سنجار والتنكيل الكبير والمذابح التي روعت هذا الشعب العراقي الذي ينتمي إلى هذه التربة خلقت فجوة كبيرة جداً بين المواطنين موجودين في سنجار وخارس سنجار كما تعرف سنجار تابعة إلى محافظة نينوة ولتزال تابعة ضمن قضاء مهم جداً من نقضية محافظة نينوة ولكن داعش كما تعرف عندما استولت على نينوة واستولت على كافة القرى والأقضية التابعة إلى المحافظة نكبت وارتكبت مجازر لسا في حق اليزيدين ولكن حتى في حق المسيحيين والكلدان والآشوريين وكذلك كل الفئات الدينية الأخرى ولكن انصب غضب داعش طيب السؤال الكبير الذي طرحناه في مقدمة الحلقة وهو بعد سبعة أعوام على جرائم تنظيم داعش ضد الأيزيديين في العراق هل تم انصاف الأيزيديين بالفعل؟ والله في رأيه لم يتم انصاف اليزيديين لحد الآن رغم مطالباتهم للحكومة العراقية وحكومة الإقليم ولكن يبدو أن حكومة الإقليم جافت هذه الموضوع وأيضا لم تبدأ على الأقل في ما يسمى إرجاع حقوقهم ويرجعهم مرة ثانية إلى مناطقهم الأصلية في السنجار ولهذا ما يعاني مننا حاليا الشعب اليزيدي الذي يعيش في المخيمات وعدم وجود لا حكومة تقليم كردستان ولا حكومة المركزة تهيئ لهم الظروف الأمنية المناسبة للرجوع لأن وجود هناك حزب العمال الكردستاني الذي يتمتع بسطوة كبيرة جدا ويمنع دخول اليزيديين وهناك أيضا اختلاف في الرؤية مع حزب الدموقراطي الكردستاني وهذا دلالة كبيرة جدا أن هذا الخلاف استثمر بقية المستثمرين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب بعد هذه الإبادة الجماعية من خلال عدم عودتهم مرة ثانية إلى سنجار وأقضية سنجار ونواحي سنجار طيب دكتور في ضوء هذه الخلافات نعم في ضوء الخلافات التي تفضلت بذكرها هناك بعض المطالبات بأن يتحول قضاء سنجار إلى محافظة إيزيدية في العراق تكون أكثر أمانا لإيزيديين كيف ترى هذا المطلب؟ والله هذا المطلب ضروري جدا لأن سهن نينوى هو أحد المطالب باعتبار سهن نينوى لضم هذه الأقليات الدينية والقومية مطالب مشروعة بأن يكون محافظة متكاملة ولكن المشكلة الكبيرة جدا لا توجد رؤية أمنية مشتركة بين القيادة في بغداد المركزية وقيادة إقليم كردستان لأن تعرف هناك مناطق متنازع عليها 14 منطقة ومنطقة السنجار ومناطق سهن نينوى ضمن هذه الأربع 14 منطقة التي تدخل في المناطق المتنازع عليها ولهذا لا وجود حلول جذرية في الوقت الحاضر ولا هناك مفاوضات بين الجانبين ولهذا يشعر اليزيدي أنه تحت مطرقة السندان الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال رغم أن الحكومة العراقية وزيارة السيد الكاظمي قبل أسبوع إلى هذه المناطق ولكن في رأيي لم تحقق الطموح الذي يتمناه الأسرة الإيزيدية أو الماطن اليزيدي بالرجوع مرة ثانية إلى سنجار شكرا